وإذا قرأ القرآن فاستمعونه وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعضو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ترحموني الجولة الخامسة هذه المرحلة قبل النهائية الله يوفقهم إن شاء الله ويفتح عليهم ونسمع بإذن الله تلاوات مميزة كما أرحب أيضا بالشيخ يوسف عشير يا مرحب ويا مسلم الله يحيك يا شيخ معاد أرحبك والأخوان المشاهدين والشباب اللي معانا اليوم أسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين اللهم أمين وأهلا وسهلا يا شيخ محمد أهلا فيك يا شيخ معاد وأرحب فيك وأرحب في الإخوان والأخوات المشاهدين خلف الشاشة والمستمعين عبر الإذاعة وأيضا أرحب بالشباب المتسابقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويعينهم على حسن تلاوات كتابه اللهم أمين إزاكم الله خير يا مشايخ وشد حيلكم يا مشاركين مشاهدينا الكرام الذنوب والمعاصي واردة على ابن آدم والخطأ وارد كذلك ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه التوبة لعباده قد تضطرك بعض الظروف إلى أن تخطئ وإلى أن تذنب أو تعصي ولكن ليس هذا هو الحل الحل كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون مبعب أن نغلط لكن العب أن نستمر على الغلط ونقول أن نحن لا نستطيع أن نتوب والحين نستمع للمشارك الأول في هذه الحلقة عبدالله الكعبي أحد المتأهرين للمرحلة قبل أخيرة يا مرحبا يا مسهلا وحياك الله يا مرحبا يا عبدالله وعبدك إذا كلا خير على تلواتك السابقة كانت جميلة وميزة ونتمنى أنك تستمر من تميز إلى تميز إن شاء الله المقطع اللي بتقرأ من أي سورة؟ سورة المؤمنون سورة المؤمنون توكل على الله وابدأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون حسبك يا عبد الله أحسنت بارك الله فيك ونفع بك مع أنك عبد الله من أصغر الشباب لكن ما شاء الله قراتك متقنة والبند اللي فيها التقييم الأكبر والتجويد أنت ما شاء الله متقن فيه وأنا وإن كنت كذوق شخصي لا أحب الأصوات الحادة لكن حقيقة اللي يعجبني في أي حد أني يعرف أمكانيات صوته ويشتغل عليه أمكانياته ويشتغل عليه يحاول أن يوصل لي قراءة ممتازة وفق الحق أمكانياتي ما أبقى أنا تفلسف وأطلع طلعات وأنزل نزلات وأنا أعرف أن صوتي ما يخدمني كون أني أقرأ برتم واحد منضبط لا يوجد خروج عن الذوق العام السمعي لا يوجد نشاز فهذا في حد ذاته امتياز تميز أن الواحد يعرف أمكانياته ويشتغل عليها الله يفك يا عبد الله ينفع بك ما عندي ملاحظات أخرى غير اللي قلتها أزاك الله خير شيخ يوسف شيخ محمد عبد الله يعني ما شاء الله صوت ندي وجميل ما عندي أي ملاحظة اللهم يمكن جهنمة نون فخمتها بس في جهنمة لكن شيء بسيط يعني ما يذكر كل التوفيق إن شاء الله أزاك الله خير يا شيخ محمد أزاك الله خير يا شيخ يوسف عبد الله قراءة رائعة ومميزة سألت سبحانه وتعالى أن يفتح عليك الحمد لله تأهلت إلى المرحلة الخامسة وفي هذه المرحلة قرأت آيات من سورة المؤمنين من قوله تعالى قل ربي إما تريني ما يعدون هذه المرة كانت من أفضل القراءات التي قرأتها من بداية مشاركتي في هذا البرنامج وكان في ملاحظة واحدة بسيطة أني كنت مفخم النون في كلمة جهنم كانت المفترضة أني أقولها جهنم وأن أقولها جهنم النون كانت مفخمة رجعنا لكم بعد هذا الفاصل واستمعنا للمشارك الأول والآن نختم هذه المرحلة المرحلة الخامسة بقراءة المشارك محمد بليدة يا مرحبا يا مسهلا وتفضل يا مرحبا يا محمد مرحبا يعطيك العافية وما قصرت تستاهل التأهل استمعنا إلى تلاوات مميزة في هذه المرحلة بالذات وأتمنى أنك تختم لنا هذه المرحلة أيضا بتميز كالمعتاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حسبك يا محمد بارك الله فيك جيد ومتاز إن شاء الله يا محمد لكن أبيك تنتبه إلى مسائل رئيسية ترقيقنا للأحرف أو إرادتنا لترقيق الأحرف ما يعني تضعيفنا للقراءة يعني ما يصير أقول يعرف المجرمون بسيماهم فيخذوا من نواصي نواصي يعني بأرقق الواو فصارت الكلمة ضعيفة نواصي عادي أرقق الواو في نفس الوقت يخرج الكلام شديد يخرج الكلام كلام واضح جنتان لا تقول جا جنتان تقول جا جنتان وبعدين في مسألة يقع فيها كثير من من يقرأ اللي هو مسألة توليد الحروف ما بين الحركة والغنة فأقول جا نتان جا نتان صار عندي كأني ولت ألف بين الجيم والنون فأنت قصدهم هذه فأقول جا نتان جا نتان لا انتبه لي هذا ما خلي النغم يلغي علي جمال التجويد وأثاره هذه بس ملاحظاتي وأنتم إن شاء الله تميز يا محمد إزاك الله خير شيخ محمد طيق العافية محمد أنا كانت عندي نفس الملاحظة على جنتان الجيم وأيضا حميم الحاق تطلع مفخمة حميم هي حميم الآن صوتك طريقة التلاوة جميلة جدا ومتناسبة وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد اللهم أمين إزاك الله خير يا مشايخ على هذه التعليقات محمد قراءة جميلة ويزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة تأهلت من المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة الحمد لله تم اختياري من ضمن ست طلاب فأحنا كنا يعني أربعة اللي تأهلوا من ضمن ست طلاب لمرحلة الخامسة قلت من سورة الرحمن يعرف المتزمون بسيماهم أبرز المناحضات كانت علقة بالتفخيم أيضا جيم جنتان كان في نوع من التفخيم شوي الزايد ويعني تخيم هذه كانت المناحضة الأبرز من قبل المحكمين الشيخ يوسف عشير والشيخ محمد حسن الإبراهيم وإن شاء الله أتمنى بأن أتأهل المرحلة النهائية بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله المنافسة جدا شديدة بين المشاركين كل واحد يتميز بشغلة معينة لكن إن شاء الله خير يعني مشاهدين الكرام اليوم ختمنا المرحلة الخامسة ومن خلال هذه المرحلة راح يتبين لنا صاحب المركز الثالث وصاحب المركز الرابع أما صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني راح يتنافسون بإذن الله غدا على المركز الأول في الحلقة النهائية بإذن الله سبحانه وتعالى تنافس قوي وتنافس كبير أيضا لكن حتى اللي فايزين بالثالث والرابع ما راح نقول لهم اليوم إن شاء الله بكرة راح ناخذ الجميع الأول والثاني والثالث والرابع كل الشكر لمشايخنا اللي حكموا لنا هذا البرنامج وآخر موعد للمنافسة والتحدي على أولى المراكز سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى غدا قبل ما نختم وإحنا في ختام هذا الشهر الكريم الشيخ يوسف يحدثنا بكلمة بسيطة عن ختام هذا الشهر بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه من وداه وبعد فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قبع صلاته وإيش قال استغفر الله فكان أول ما يقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخر الحديث فالمتأمل فالعلاقة ما بين الاستغفار والصلاة طيب أنا كنت في عبادة كنت في عبادة وسلمت السلام عليكم وعلى الله عليه وسلم من عبادة لما استغفر هل يستطيع أحد أن يدعي أنه يؤدي عبادته على الوجه المطلوب لا وهل يستطيع أحد أن يقول أنه لا يقع في خطأ من نسيان سهو سقصير قد شيء يكون يبطل الصلاة وما يشعر صح ولا لا فإذن هكذا هي العبادات ديدن العبادة أن الله ديدن الإنسان أنه في حاله مع التكاليف ضعيف يسهو يخطئ هكذا هو الله سبحانه وتعالى جبله على الخطأ فلذلك سن له سبحانه وتعالى إيش أن يستغفر فلابد من اكثار من الاستغفار والتوبة والمقدمة التي قدمت عند الشيخ معاه من قضية التوبة مهمة جدا التوبة من كل شيء حتى من التقصير ليست فقط من الذنوب يتوب الإنسان حتى من تقصيره في عبادته أو خطأها الذي لا يكون مقصودا يتوب منه لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين ودعاهم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتوا على الذين مقبلنا إلى آخر الآيات خلاصة الكلام الشهر لا بد أن يودع بالتوبة والاستغفار ومن أحسن فيما بقي غفر له ما سلف والله لأن أحسنت مع الله في آخر لحظة من رمضان بصدق وتبت واستغفرت وسألت الله أن يقبل منك يسير ما قدمت وأن يتجاوز عنك كثير ما أسأت فيه وقبلك الله لفوزك في هذا عظيم جدا تجد ثمرة عند الله الدليل على ذلك الرجل الذي وقصته ناقته أتى لنا كان غير مسلم وأسلم وولى فوقصته ناقته فمات أشهد له النساء السلام بالجنة وما عمل شيئا ما عمل شيئا غير أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله عمد رسول الله ليش لأنه ختم حياته بعمل صالح فتقبله الله وهكذا أنت اختم رمضان بعمل صالح وسأل الله القبول فإن الله سبحانه وتعالى يقبلك إن صدقته اللهم آمين إزاك الله خير يا شيخ يوسف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة إنه ولي ذلك والقادر عليه مشاهدين موعدنا وياكم ذكرة مع الحلقة النهائية في هذا البرنامج إلى ذلك الحين أبقوا في طاعة الله ولا تنسونا بدعوة عند إفطاركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا قرأ القرآن فاستمعونه وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالعضو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون